لكن لما يبقى فيه مسح للصحة النفسية أمني بي وزارة الصحة المصرية بس كان من قبل كورونا وأعلنته أنه خوالي 24 و 17% من المصريين يعانون من أمراض نفسية و 7% لديهم اضطرابات نفسية هل يعني إحصاء من هذا النوع اللي تم على عينة عشوائية لقرابة 22 ألف أسرة مصرية موزعين على جميع محوظات الجمهورية هل هذا الإحصاء يقارب ما يعني النسب الدولية والعالمية ولا ده مجتمع النسبة للطراب النفسي أو المعاناة من العراض نفسية أكتر من غيرها بس في نقطتين في الموضوع ده مصر دولة يعني مختلفة شوية نوعيا عن باقي الدول عندنا نسبة أمراض أه عندنا ممكن تكون أكتر من كده أه بس عندنا أشياء أخرى ممكن تحفظ للشخصية المصرية صمودها وإنها مازال تمشي على رجليها بس ده كله بيحصل على المستوى الاجتماعي يعني التضافر الاجتماعي التضامن الدعم النفسي اللي بيحصل بين الأسر وبعضها الزيارات اللي بتحصل المسندة النفسية ده لسه موجود بنفس العهد القديم أنا ما عاشتش في العهد القديم ما نقل إلينا ما درسناه عبر الدراسات والأبحاث عن أجيال فيها التكافل والتضامن الاجتماعي والأسرة ودعامات الأسرة إحنا ما نشوف هنا الواقع الاقتصاد حجم الكلمة عنه هل لازال التكافل الاجتماعي والأسرة موجود وقطعي؟ مازال موجود في بيئات كتير ومجتمعات كتير بتحاول تحافظ عليه حتى بشكل فطري لأنه هو ده الملازل لنا دلوقتي دي نقطة النقطة التانية هذه الأرقام ربما يكون فيها أزيد كمان لو هنتكلم بشكل موضوعي لأنه فيه نسبة ما بتروحش تتعالج فيه نسبة بتتعالج وما بتروحش للقطاع العام اللي بيتم عليه الإحصائيات مثلا أو فيه نسبة أخرى ممكن تكون حفظة نفسها بتعاني نفسيا بس مش مشخصة فهذه الأرقام أو الإحصائيات الموجودة هي موجودة عندنا نسبة طبعا زينا زي أي مجتمع أمراض نفسية ولكن زي بقول لحضرتك أحيانا بيكون فيه بعض العوامل الأخرى اللي بتحفظ هذا الكيان المجتمعي المصري من الانهيار الكامل لكن ممكن كمان ناس بتتكى على ده وما بتحاولش تطلب العلاج يعني مازال صحيح فيه جهود موجودة ومستشفيات وفيه خدمة نفسية جيدة ولكنها غير كافية الاستيعاب كل هذا الكامل من الضغوط ومن مشاكل الناس فالناس مازالت بتعاني بعضها من استجمع أنها تروح تطلب العلاج النفسي مش عيب أن تطلب علاج النفسي لسه أحساس الوصمة موجود عند بعض الناس موجود أنت لما بتتعب جسمانيا بسهولة بتروح تطلب العلاج الجسماني أو الفيزيائي لكن لما بتتعب نفسيا بتفضل تقاوح كتير أقبال مطروح إما لأنه متخيل أن القطاع الخاص غالي وهو فعلا العلاج النفسي غالي لكن كمان فيه أماكن حكومية تكاد تكون ببلاش موفر جمعيات ومراكز موجود للأسر يعني هو بصراحة موجود لكن كمان فيه لسه محتاجين نوع من انتشار وعي أكبر لدفع الناس أنك لما تعاني أطلب المساعدة النفسية صحيح لأن المسح نفسه بولي أن أربعة من مية هما اللي يروحوا يتعالجوا بزاق يعني أربعة من مية في المية ده لما بيقعوا يعني عقبال ما بيجنى العيادات بيكون اللف على السحر وعلى رجال الدين وعلى بتوع الدجل والأعمال والحاجات دي كلها عقبال ما يفكروا أنه ده تعب نفسي ويروحه للمعالج النفسي لأ أنت لما تتعب روح أطلب على طول المساعدة عشان تقدر تقوم بباقي أدوارك لأن المناعة النفسية هي أساس المناعة الجسمانية وأنك لما تبقى عفيتك نفسية تقدر تشيل ولادك تقدر تشتغل لكن الانهيار النفسي يسلم لأزمة اقتصادية والأزمة الاقتصادية تسلم لانهيارات نفسية أحيانا عند بعض الناس